مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون من المواقع المحلية على مدى خمس سنوات أسرة تفشل في إدخال كتاب مدرسي لابنها المعتقل تصعيد حوثي يخلط أوراق الأمم المتحدة ويضرب الشرعية ومن الأخبار المنوعة هل تسألت يوما كم هي رواتب رواد الفضاء التابعين لناسا؟ إليك الأرقام مع الوقت بدأت أفقد الأمل ورحت أبحث عن وسائل لدعم شقيقي وأشعره ولو ببصيص أمل رفيع عبر توفير أي شيء يمكن أن يساعده في متابعة دراسته وتحقيق أحلامه وإن كان داخل الزنزانة هذا ما قاله شقيق أحد المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي وعنوان موقع درج عبدالله المنصور هل سأرى شقيقي مجددا؟ الحوثيون سيعدمونه وكورونا يهدده يقول عبدالله في 11 من نيسان أبريل أصدرت محكمة جزائية في صنعاء حكم الإعدام على شقيق توفيق وثلاثة من زملائه الصحفيين بتهمة إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة والتخابر مع التحالف بقيادة السعودية المحكمة التي أصدرت هذا الحكم تخضع لسيطرة جماعة الحوثي وقد أتى حكمها الصادم بعد نحو خمس سنوات أمضاها شقيقي وزملائه في السجن وتعرضوا خلالها لأقصى أنواع التعذيب والإذلال في ظل ظروف المعتقل الكارثية يضيف كأنما مصابهم لم يكن كافيا فجاء خطر انتشار فيروس كورونا في مراكز اعتقال تنعدم فيها الشروط والخدمات الصحية ليزداد وضعهم سوءا وفي المرحلة التي سبقت اعتقال كان توفيق يستعد الامتحان توفيل الإنجليزي وحين وجد نفسه داخل زنزانة صار يطلب من كل من زاره تأمين معجم أو معجم لونجمان الإنجليزي ليتابع الدراسة من السجن اشتريت المعجم وحاولت أكثر من عشر مرات إيصاله من دون جدوى فالحوثيون يمنعون إدخال أي مواد إعلامية أو معرفية إلى السجن بما فيها الصحف التي تخضع لسيطرتهم رحت أبحث عن وسائل لأدعم شقيقي لكن حتى الحلم كان ممنوعا في سجون الحوثيين عن الطفل النازح في مأرب والذي صنع بيديه نظارة حديدية أصبحت حديث المواقع والصحف كتبت اللبنانية المؤلفة لكتاب حين تبكي مريم مريم مشتاوي مقالها المنشور في القدس العربي وقالت في جزء من المقال كانت أحلامه صغيرة كبيرة صغيرة بحجم نظارة حديدية بسيطة وكبيرة بقدر تلك النظرة الثاقبة البعيدة التي كان يلقيها عبر زجاجتيها فتوصله إلى القمر إنه محمد صبي يمني نازح يعيش مع إخوانه في القهر هم لم يولدوا من رحم أم واحدة ولكنهم انبثقوا معا من رحم الألم والصلة الأوجاع أكثر قربا والتحاما من صلة الأرحام صنع هذا الصبي من أسلاك حديدية رفيعا نظارة يتباهى بها أمام أصدقائه أصبحت كل ما يملك في حياته المعجونة بالفقر والحرمان راح يضعها على عينه فينكشف النور ويغرق في تموجاته ومعها تكبر أحلامه الصغيرة إنها الطفولة زمن يكون فيه القمر أكبر لكن محمد كان محروما من رؤيته لم يكن يملك سوى أن يحلم وكلما كبر الألم زادت أحلامه انتساعا ككل الأطفال في الدنيا لكنه الآن يرى من خلال تلك النظارة الحديدية الصغيرة كل أحلامه تتجسد أمامه ألعابا وثيابا وأعيادا ملونة تشبه أعياد الآخرين في البلاد البعيدة ربما كان يتمدد على الأرض ويرفع رأسه نحو السماء ويبكي ويصلي فتستفيق النجوم النائمة لتدل راعي حب مرا على مكانه كما دلت المجوس في الماضي البعيد على طفل مريم العذراء فأتوه بالهدايا نعم لقد مر مصور صحافي يدعى عبدالله الجرادي قرب المكان الذي كان يعيش فيه ذلك الصبي الحالم في محافظة مأرب شرقي اليمن ليصور ويوثق حياة النازحين هناك فرح محمد بقدوم الزائر فأهداه أغلى ما يملكه ويفخر به أمام أصدقائه تلك النظارة التي صنعها بيديه من بقايا بعض الأسلاك التالفة لكن لقاء مقابل أن يلتقط له صورة وهو يبتسم وكأنه أراد أن يشق الظلمة ببياض أسنانه كما يبتسم ببراءة للحياة لغد أفضل للحظات طفولية يستحقها وسلبتها منه الحروب والدمار والفقر يقطن صنعاء العاصمة يمنيون من كافة المدن والبواد اليمنية ويعجز أي طرف سياسي في صبغها طائفيا أو مناطقيا ويؤمنون أن لا مثيل لها في العالم بمفاتنها وسحرها هذه الآسرة تخفي في جوفها أنات لمئات الآلاف من الأسر المكلومة على أقاربها وأحبتها الذين غيبتهم الحرب بالقتل أو بالاختفاء القصري أو الاعتقال التعسفي وفق تقرير نشره موقع خيوط بعنوان الوجه المظلم من رمضان وعيد صنعاء في شهر الصوم تفرغ بيوت صنعاء ما بداخلها من يسر وبؤس إلى الشوارع متسوقين ومتسولين وجائعين خلال الليم والنهار بما يتمكن الخطر القاتل من فرض خصوصيته أو شروطه على مجتمع صنعاء فعلى مدى الشهر ظلت شوارع العاصمة مقتضة ليلا ونهارا بأشخاص بلا وسائل حماية بينما تظل المخلفة ملقاة على الأرصفة والأماكن المخصصة لها لساعات القلق يحاصل سكان صنعاء ويخشون من العدوى في أي وقت ومع ذلك ما يزالون يخرجون للأسواق خوفا من الجوع دون أن يفارقهم الخوف من كورونا لكن الخوف من الجوع تجاوز الخوف من الوباء المستجد وفي صنعاء أيضا مع تراجع عدد معاصر إنتاج زيوت السمسم الطبيعي القديمة في اليمن بشكل ملحوظ بسبب التطور التكنولوجي يشعر أحسن صالح وهو مالك لمعصرة في باب اليمن الواقعة في مدينة صنعاء القديمة يشعر بالفخر لمحافظته على مهنة أبائه وأجداده ويعنون موقع ارفع صوتك معاصر السمسم التقليدية في اليمن تراث يقاوم التكنولوجيا وتعتبر معاصر زيوت السمسم من المعالم التراثية للبلاد إذ يصل عمر بعضها لمئات السنين ومزالت محافظة على أصالتها معصرة باب اليمن التي ورثها أحسن صالح عن والده وأجداده واحدة من سبع معاصر تقليدية فقط ما تزال قائمة في مدينة صنعاء القديمة المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي وكانت مدينة صنعاء التاريخية تعج بعشرات المعاصر من هذا النوع قبل أن تندثر كغيرها من المهن والحرف العريقة في اليمن ويتولى الجمل جر عمود المعصر الحجرية بحركة دائرية لساعات عديدة يوميا وهو مغمض العينين حتى لا يصاب بالدوار وخلال ذلك يتم طحن الحبوب لاستخلاص زيت السمسم الأمم المتحدة 75 عاما من الخيبة تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيفا في جزء منه بالنسبة لنا نحن العرب كانت الأمم المتحدة خيبة كاملة في التعامل مع قضية مركزية واترت إقليمنا واستنزفت طاقاتنا وأثرت عميقا في تاريخنا الحديث القضية الفلسطينية ولم تستطع هذه الهيئة أن تفعل شيئا حتى لإنفاذ القرارات التي مررتها هي نفسها بهذا الخصوص عندما سئل مؤخرا عن إعلان الفلسطينيين الانسحاب من الاتفاقات والالتزامات الموقعة مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية بسبب الضم وخطة القرن قال المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينونس إن رد الفعل الفلسطيني يمثل صرخة يائسة لطلب المساعدة صرخة يائسة للمساعدة هي كل ما تملكه الشعوب المظلومة صاحبة القضايا العادلة في عصر الأمم المتحدة التي كرست وشرعنت هيمنة الأقوية على الضعفاء ولم يشهد العالم في عهدتها سلاما ولا إنصافا وحيثما لم تؤمن الدول القوية قرارا من الأمم المتحدة يبارك عدوانيتها فإنها تصرفت وحدها ببساطة أو صنعت تحالفات جانبية في ازدراء كامل لهذه الهيئة وما تمثله هكذا فعلت الولايات المتحدة في احتلالها للعراق في العام 2003 وهكذا فعلت في آخر فصل من حربها الدائمة على الفلسطينيين بإعلان صفقة قرن ترامب ومباركته الضمنية للضم بعد أن حققت الأمم المتحدة عددا من النقاط الإيجابية في سبيل إنجاح خطة لوقف إطلاق النار في اليمن خلال شهر ونصف الشهر من الهدنة أحادية الجانبي الجانب التي أعلنها التحالف وبعد ثلاثة أيام من انتهاء الهدنة المفترضة من دون إعلان رسمي بتمديدها بشنت جماعة الحوثي موجة تصعيد جديدة وعنونت صحيفة القدس أو العربية الجديد تصعيد الحوثي يخلط أوراق الأمم المتحدة ويضرب الشرعية ونفذ الحوثيون ليلة الثلاثاء الماضي هجمات صاروخية مزدوجة كانت أهدافها في العمق السعودي وتحديدا مواقع مجهولة في منطقة جزان جنوبية المملكة وفي محافظة مارب قالت الصحيفة إن الميليشيا استهدفت المقر الرئيسي لوزارة الدفاع اليمنية الذي بات الهدف الأسهل لصواريخ الجماعة الفلسطية في ثغرة أمنية متكررة تضع علامات استفهام حول مدى الاختراق الحاصل داخل صفوف الجيش الوطني وأفادت الصحيفة أن التصعيد الحاصل في الحدود لا يبدو أنه سيباثر التفاهمات غير المعلنة بين السعودية والحوثيين وقال ضابط في الجيش اليمني للعربي الجديد إن عدم تحرير مديرية صرواح سيجعل مدينة مأرب وكافة معسكرات الجيش اليمني والتحالف تحت رحمة الصواريخ الحوثية موقع ألماني يتحدث عن تعريض الحوثيين لأكثر من عشرة آلاف يمني للإصابة بكورونا وعدم القدرة على معالجة حالة واحدة وعنوان موقع الديدابوليو حقوقيون يعلنون عشرة آلاف معتقل عرضة أو عرضة للإصابة بكورونا في سجون الحوثيين حتى اليوم لم تعلن جماعة الحوثي سوى عن أربع إصابات بالوباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الوقت الذي تواجه اتهامات كبيرة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا بإخفاء العدد الحقيقي للحالات التي تتجاوز المئات وفق تقارير حقوقية وعفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأنها تلقت بلاغا يؤكد إصابة اثنين من المختطفين في السجن المركزي بصنعاء بفيروس كورونا وحذرت المنظمة الحقوقية اليمنية من إمكانية إصابة عشرة آلاف معتقل في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين وطلبت الشبكة الحقوقية الأهلية بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين قبل أن يجتاح الوباء المعتقلات والسجون العامة والسرية التي تتخذها جماعة الحوثي أماكن لإخفاء معارضيها الذين تجاوزوا عشرة آلاف مختطف عن النظام العربي وما فقده خلال سنوات كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مقاله في القدس مضيفا مع الوقت فقد النظام العربي بعد عقود من الاستقلال زخمه وقوته فقد كان يمتلك قضية في زمن الرئيس عبد الناصر وفي زمن الملك فيصل لكنه أصبح في السنوات القليلة الماضية مشروع سلطة تبتلك قاعدة محدودة في المجتمع لم يعد هناك مشروع عربي وطني أو مشروع ديمقراطي أو مشروع إسلامي أو إنساني أو تنموي عادل فحالة الإنسان في المرتبة الدنيا أصبحت علاقة النظام العربي مع مواطنيه قائمة على عدم الثقة والخوف فالنظام العربي فقد صوابه منذ الربيع العربي 2011 وهو يعيش هاجس أن كل تعبير ونقد وتجمع هو مقدمة لربيع جديد لدى النظام العربي حساسية مفرطة من كلمة الشعب والديمقراطية والحرية والتداول على السلطة لهذا وجدت الدول العربية أنها تحتاج لأجهزة استقبارات جبارة لمراقبة المواطنين والبحث في خصوصياتهم ومنعهم من التعبير فلدى السلطات العربية الكثيرة لتخفيه عن السفقات والفساد والتصرف بالأموال العامة لا يثق النظام العربي بالعرب أو بالشعوب أو بالمواطنين إلا أن لديه ثقة كبيرة بالغرب ويعتبر أن الاعتماد عليه بديل واضح عن الاعتماد على الشعوب لقد فقد النظام العربي في معظم دوله القدرة على اللحاق بنموذج الغرب كما فعلت الصين وجنوب كوريا وتايوان ودول أسيوية عدة ردمت الهوة مع الغرب لقد كانت مشاريع الدول العربية بعد الاستقلال مباشرة مهتمة بردم الهوة مع الغرب لكن ذلك لم يعد قائما مع النخب العربية في السنوات العشر أو العشرين الماضية فقد فقدت الأمل أولا بنفسها ثم بشعوبها وجدت أنها أكثر اعتمادا على الغرب من أي جيل من أجيال النخب العربية السابقة ينتظر خروج صديقه من المستشفى منذ أشهر ولا يعلم أن صديقه قد توفي وتم دفنه إنه كلب لرجل صيني أسعف إلى المستشفى وتوفي هناك وقال الصحيفة نيويورك تايمز ينتظر كلب من مدينة مهاز صينية في مستشفى محلي منذ فبراير الماضي صاحبه الذي توفي هناك نتيجة إصابته بفيروس كورونا وعفادت الصحيفة بأن الكلب وصل المستشفى مع صاحبه الذي توفي بعد خمسة أيام من بدء علاجه في عز وباء فيروس كورونا وقالت إن الكلب يعيش الآن في بهو المستشفى ويبحث عن صاحبه الراحل أما العاملون في المستشفى فيطعمونه على مدى ثلاثة أشهر تقديراً لوفائه وقالت صاحبة متجر في مهاء إنها حاولت أخذ الكلب من المستشفى لترعاه لكن كل محاولتها باءت بالفشل ومنحت الكلب لقب سياباو ما يعني بالصينية الكنز الصغير وقالت إن وفاء الكلب لصاحبه أدهش كل من رأاه لكنه لا يغادر المستشفى حيث فقد صاحبه وحاولت المرأة نقله إلى مكان بعيد عن المستشفى لكنه يعود كل مرة إلى مكانه حيث ينتظر صاحبه يخاطر رواد الفضاء بحياتهم من أجل أداء المهام الموكلة إليهم ولذلك ربما يكون من غير المستغرب أن يحصلوا على أموال جيدة مقابل العمل الذي يقومون به ويعنون موقع روسيا اليوم كم تدفع ناسا لرواد الفضاء التابعين لها ووفقا للموقع ليس من السهل أن تصبح رائد فضاء في وكالة ناسا حيث يجب أن يكون المتقدمون مواطنين أمريكيين وأن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية معتمدة في العلوم أو الهندسة أو الرياضيات وثلاث سنوات من الخبرة المهنية أو ألف ساعة في قيادة طائرة النفاثة تحت إشراف الوكالة وتختار وكالة ناسا فئة رواد فضاء جديدة مرة كل عامين وقد اختارت فقط 12 شخصا من أصل 18 ألف وثلاثمائة متقدم في عام 2017 واغلقت الوكالة طلبات الانضمام إليها لهذا العام في نهاية مارس الماضي وبالنظر إلى هذه الشروط الصارمة فإن هناك سؤالا مولحا يطرح باستمرار كم تعوض وكالة ناسا روادها عن تجربتهم وتدريبهم المكثف واستعدادهم للمخاطرة بحياتهم لاستكشاف الفضاء في عام 2020 وفقا للجدول العام للأجور فإن رائد فضاء جديدا سيكسب 66 ألفا ومئة وسبعة وستين دولارا سنويا وبعد عدة سنوات من الأداء الممتاز قد يكون رائد الفضاء نفسه مؤهلا أو نفسه مؤهلا ليحصل على مبلغ 86 ألف دولار و21 دولارا سنويا عودة تدريجية إلى الحياة لكن بخوف وحذر ووجوه مغطى ومسافات طويلة وأدوات طبية في كل مكان عدد من الصور التي نشرطها صحيفة الڭارديان توثق حياة ما بعد قرونة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اخيرا عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة اشتركوا في القناة وإلى اللقاء